عايزة طمنك على قيمة الاهلي لمباراة السابت ساعة تسعة السابت الاهلي وسانداونز الجنوب الافريقي بستاد القاهرة مستر بيتسو مسماني بعد التمرين النهاردة اختارت 22 لعب يمكن كان احمد عبدالقادر محل خلاف لانه ما اتمرنش بسبب شعوره باجهاد في العضلة الامامية وكان فضل يريح الجهاز فضل انه يخليه موجود معاه على امل انه بكرة جمعة ان شاء الله يشوف اخر حالاته لكن الاتنين وعشرين لقائمة المباراة فيهم اكتر من عنصر مهم جدا راجع شناوي وعلى اللطف ومصطفى شوبير رمي ربيع وياسر ابراهيم وحمد فاتحي حسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وقالو ديانج وعمر السلية ومحمد مجد أفشا محمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس مكسوني ومحمد هالي وأحمد عبدالقادر للتأكد من حالته يعني برسي تاو راجع لأول مرة من فترة ملاحظاتي برسي تاو ومحمد محمود لتاني مرة بيوضع في القائمة مما يعني انه بدأ يكتسب بعض من المستوى واللياقة والجاهزية نتمنى ان تكتمل من خلال المباريات وعشان نشوف برضو مدى الاضافة اللي ممكن يضيفها لنادي الاهلي لعب هذا الحجم من المهوبة عودت علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد منعن التلات اللي كان بيفضل يريحه في مطش المقصة هو واضح انه كان هو بيلعب المقصة كتنعينه على مطش صندوق طيب مسماني كمان بكرة عنده مؤتمر صحفي حيعقده خاص بالمباراة هو وكابتن الفريق اللي هيختاره لحضور هذا المؤتمر حسب نظام البطولة كمان بكرة الاهلي بيختتم تدريباته وهو الداخل للمعسكر عشان يطمئن على كل ترتباته فيه بيتم السماح لوسائل الإعلام بخمستاشر ديه فقط من بداية المران لحضور وسائل الإعلام والتصوير المسحة الطبية للعيبة اللي بيخضعوا لها قبل المبرانة الجماعي كانت النهاردة المرانة اشتمل على فقرات فنية وتكتيكية كثيرة لكن الفقرات البدنية استمرت لمدة 40 ديه تحت قيادة كابيلو رنجواجا مدرب الأحمال واضح جدا انه فكرة الأحمال الخواجة مسماني بيطمئن بيها على كل اللاعبين لكن عايز اقول لكم انه بمناسبة حتى الجزئية ديه الدنيا فاقة شوية طيب انا عايز اقف عند الدنيا فاقة شوية ايوا ودي تقودني الى ايه اللي خلاني قلت الافتتاحية بتاعتي اي قبل السفر قلت لك كل الظروف كانت تشير العدم الى النقص الحد في الصفوف وعدم الجاهزية اي كثيرا من الناس قال لك حد يدي اتناشر يوم اجازة حد ما تجيلوا بطولة الرابطة على فكرة واحنا منه يعني مش يعني احنا واحنا فادي المخاوف بس انا واعت فيها بتحافظ قلت يا رب ها وقلت لك هذا الكلام وانحنا هناك في الله قلت لك يا رب الراجل اللي يكون عارف بيعملوا مخبّلنا حاجة ها يكون هو عارفها يعني ها لو تذكر اي ها فطلعنه خبّلنا حاجة لان انا كنت بتكلم مع احد المسؤولين في دائرة تغادر القرار قريبا من الفريق وقلت له يعني احنا كنت افضل ان الا جازة ما تطولش كده كنت افضل نلعب كاس الرابطة ونجهز بالفرقة او ما تبقى من الفريق اللي هاعتمد عليه في كاس العالم اللي هي افكارنا الكلاسيكيات التقليدية فقال لي والله برضو انا يعني لما فهمت دماغ مخاطط الأحمال هو اصر وقال انا عارف بعمله كويس فييجي تكتشف ان الفريق حصل حاجتين مهمين جدا هناك ان الفريق اللي احنا متصروا انه ما كانش جاهز لا ده مستوى البدني كان لافت للنظر انت الثلاث ماتشات اللي عبتهم لو لا تفوقك البدن ما كنتش اريد ان تكمل بالمنظر ده تاني حاجة لم تحدث اصابات اللي هي نتيجة الأحمال القليلة والكتيرة اللي هي الشد والمزء والكلام باته ما حصل لناش عاجة من دي هناك يعني اذا برضو الواحد يرجع يرجع نفسه يقول ايه نرجع تاني للأصل ما هو يعني العيش وخبازه احنا بنبقى بنتكلم ما احنا واحنا رجلينا واحنا عاديين في كورسي على الرملة بس رجلينا في المية وفاكر ان احنا بنعوه لكن وعلى فكرة ظل الانتقاط بالأجازات والحاجات دي ويمكن موسيماني كان حريص قوي في المؤتمر بعد ماتش المقصة انه جاب على الحتة دي يا جماعة انا عندي حاجات لو انا مشيت بالأفكار تقليدية ومدتش الأجازات دي وبتاعك كنت خلصت على الفرق او ما تبقى منه فانا اللعبة دي حتى اشار الى اللعبة الدوليين واشار الى السولية اشار الى حمد فتح واشار قال الناس دي محتاجة محتاجة أجازات هي دي بقى فكرة ان هو مخاب بحاجة يعرفها وبيفاجئنا بيها لازم نسق اكتر من كده في الأجهزة الفنية بشكل عام وموسيماني تحديدا دلوقتي وطبعا منسما في كابيلو ونتمنى ان يستمر الصورة الجميلة اللي بتخلينا نقول الكلام الحلي دا دلوقتي بعد ما تش مصر مقصر